رجل الكل من صنع غيره هذا من صنع ميوزي لنبا وهذا من صنع النمسا وهذا من صنع امريكا وهذه من صنع سويسرا وحذائي من صنع ايطاليا ولباس صوف جاي من بريطانيا لا نملك شيئا في حياتنا يا اخواني ليش ترفعون ايديكم في الصلاة وتقول اللهم انصر الاسلام والمسلمين يذركم على من على من تنتصرون ليش يكون النصر بالجالة الذين بالمئة من المسلمين لا يقرؤون ولا يكتبون ما في الجامعة في العالم نعتز بانها جامعة تخرج العقول والاطارات التي تسير الدنيا نحن هم لا نقرأ ولا يكتب انتم في يوم جمعة اليوم ويوم رأس السنة الميلادية هل فيكم واحد قرأ كتابا سحول لا نقرأ ولا نعلم الزوجات لا انتقرأ ولا ابناء لا يقرؤون العربي يقرأ صفر فاصل تسعة وسبعين كتابا في السنة ثلاثة اربعة كتاب والياباني يقرأ ثمانين كتابا في السنة كيف يكون انا مثل الياباني كيف اكون انا مثل امريكي الاصل الذي تعلم ان يقرأ وتعلم ان يخطط وتعلم ان يباشر حياته بالضقة بل ما نحن نعيش بالعشوائية ام تعيش بالعواطف ولذلك ان كنتم تريدون ان تتابع مسيرة النبي فعليكم اتباع نهج النبي قال اقرأ باسم ربك النبي خلق قال كل يوم تضع عليه الشمس لا ازداد فيه علما يقربني الى الله فلبونك لي في مطلع شمس ذلك اليوم نعنى الامة التي لا تأخذ باسباب العزة واسباب العزة تقتضي منا ان نصنع عقولا اصنعوا يا نفع عقول وخلوا العواطف كثير كما هي اين عقولنا اين السببية اين العقل الناقض اين هذا المنهج التربوي الصحيح